السلام عليكم ورحمة الله برحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته والكرم أهلا وسلامك فيكم مهيب محمد فيديو قديم فيديوهات لعبة reconquerel line الميزة ومن يوم دا احتفالية reconquerel line باحتفاله اليوم العلمة للطفل بصراحة event قوى جدا جدا يلا نعرف من خلال الوب essai أول حقا منعرفين اندي نفيسي هو الذي نعمل منه event ولكنه لحقا من العطفة بذلط وليس يبدأ من يوم تلاتين إليا ون شاء الله يخلاص يوم تلاشر ستة بإذن الله فكرة الـ Event جميلة جدا بس فيها شوية تفاصيل مهمة جدا أول حاجة بالروح الـ NPC ديها طبعا هيحكينا القصة الـ Event أكيد الوحوش دي هي اللي عايزة تخرب اليوم العالم للطفل أنا بتعجبنا بصراحة فكرة القصص بتاعت كل Event والله طيب جميل جدا زي ما تشايف كده هتلاقينا مجموعة من الجزر هو بيحدد لك زي ما تشايف فهنا هنستخدم الـ Materials المطلوبة جميل جدا طيب هنروح على الـ NPC ديها أول حاجة I am good اهو زي ما تشايف كده هو بيوديك كل حاجة تلقائي تمام حد رؤيت احنا ماخدناش أي ايتمز أعلى حاجة زي ما تشايف كده الـ Event كل حاجة بتبقى تلقائي فيه فده اللي مريحنا جدا بصراحة فكرة الـ Event الزمان كانت صعبة جدا عن فكرة انه ما كانش بيديك Auto كنت انت تروح بتعمل Event بنفسك بتعرف لماكن بنفسك فكان موضوع صعب شوية لكن دلت طبعا سهلت جدا زي ما تشايف طبعا زهرت التعابين ديها ولازم تحكي لها القصة طبعا جميل جدا لازم نجمع او خدنا منها خمسة سوبر اللي هي السوبر جورد حلو خالص هنطلع بعد كده نسلمها ايدي اخدنا كمان خمسة سوبر جورد واريكم منها اي لازمين تهت الوقت فينا دايلي كوستات يومية زي ما انت شايف بتيت العشر وحوش او هانط عشر وحوش يعني بتحبسهم عموما طيب غير كمان شوية ممات تانية والصيد وغيره طيب حلو خلص كويت الريقوست هنا فيك اهو اول حاجة بنعملها انت عموما حاول تركز في كل التفاصيل واخد كل الكوستات الموجودة في كل الـ Event ما انا صح الجامل تشايف اهو كل حاجة تلقايا جامل جدا او اي اول تراي ادخلنا طبعا على الفكرة اذا عمل زي ما بالفونكس الصندوق قدتنا المراية دية برونز ميرور ونسلمها تمام وكده اخدنا 15 معانا خمسة جورد كمان حلو خالص اللي بعده شوف هي مجموعة مهمات جميلة جدا جدا وحاجات كلها تلقائي والله العظيم في جدي يعني انا اللي عجبني فيها فكرتها ان كل حاجة تلقائي مريحة خالص اخدنا حاجة اسمها كاسوك تعريبا برضو كده اخدنا خمسة كمان واخر كوست زي ما نشايفه هو تلقائي بدي كل حاجة اللي رودي اسم الوطة دي خلو الله اسمها لزيز جميل جدا بناخد اللي زرعة اللي زرعة زي ما نشايف احد دلات حملام كل حاجة تقائي سنعرف تفاصيل كثير جدا ايبنت ده مليان تفاصيل جدا عن حد دلات حملام الكوستات راعدية خالص اللي هي تطلب منينا ونعرف ايه فايدة السوبر جورد وكلام ده كله كده احنا جمعنا كده معنا كمان خمسة سوبر جورد حلو خلص كده احنا خلصنا الكوستات اللي هي خدنا منها سوبر جورد طب نعم بقى كوسات الايه التانيابة تمام يلا بقى نخطف كم وحش كده من دول زي ما انت شايف كل حاجة تلقائي بتضرب في الوحوش اديك اهو ده هو الوحش المطلوب فانت يا تسيبو يا عارفين الفاكرين ان فكرة الانم بتاع بوكيمون اللي هو تروح حابس الوحش جوه الجزازة دي او جوه البتاع دي القورة دي نفس الفكرة اهو حابسنا الوحش كده هنا بقى قمسة وعشرين بقى اربعة وعشرين تمام زي ما انت شايف ممكن نستخدمها من نستخدم واحدة ونستخدم عشرة بس طبعا اللي معانا حاليا مفيش نحاول بحنا نقعد نعلف اللي في اللي فيلات زي ما انت شايف عشان نقدر نحنا خلاباك في وقتا من وحش لغاية منوصل لليج انتيري زي ما انت شايف اهو بس اهو يلا نكمل تاني اهو يورسيف سري سوبر جورد وكمان عشرة كريتر بيل حلو خلص بندوس علي كده اهو كده عملنا الكوست الاولى الكوست التانية هو بيضيك تلقائي زي ما انت شايفه عشان كده اخل باك اليفنت طويل جدا وفي يعني ممت كتيرة جدا ده طبعا احتفال اليوم العالمي للطفل خلاباها غير كمان الرنكات العالمية ما بين الصيني والازباني وطبعا الانجليزي وغيره حلو الوحش اللي اخضر ده انا عرفك انا عرفك زي ما انت شايفه جميل جدا حلو خالص كده اخدنا كمان عشرة كمان وكمان تلاتة حلو خالص وطبعا معنا عشرين واحدة حلو خالص زي ما انت شايف على حالين بنعمل كويسات تلقائية يعني كل ده تلقائي زي ما انت شايف انت بتعمل مهماتك وتشتغل كل يوم على الايفنت عشان الايفنت مليان جوائز جميلة جدا زي ما انت شايف اناولا ونشوف على الريورد زي ما انت شايف الريورد زي ما انت شايف مليان جدا حلو جدا ما انت عاجبني جدا هنعرف دلقات المونتات دي استاننا بس عشان ايه دولا بياجو هنحاول ايه نبادي ما عنينا طيب خرص كده كلهم هيقوا بعد كده يلا اهو كده معنا عشرة كمان وكده احنا ايه خلصنا كوستات هوتو كاتش احنا بقى بنستلم بقى معنا زي ما انت شايف هنا هنا في او توقيتات معينة موجودة بيشتغل فيها ان انت تستخدم فيها السوبر جورد او الحوش عموما عشان تستخدم فيها الحاجات دي خالص حلو خالص نرجع بقى التاني كده عشان طبعا احنا نفكرين عارفين ايه فكرة الايفنت دلوقتي مش هي مشاكل خالص نطلع بقى عشان فيها حاجة كتيرة جدا وضفات كتيرة جدا طيب زي ما انت شايف هنا عشان تقدر تجيب من الضائل كويست هنا في ساينين لا في ساينين اه دايلي كويست بيديك تلاتة سوبر جورد وعشرة من الدوائر دي طبعا كده احنا دايلي كويست دي احنا عملناها عندك هنا كمان فيست اه فيالد بلس وانس داي حلو خالص بطلع نعرف في مكانها فساول حاجة نستخدم الايه الدوائر دي زي ما انت شايف كده هوت هنا كمان اهو الجزء الثاني بس طبعا المفروض احنا بس الايه الاول واحدة واحدة ناخد فكرة اللي عشر دوائر دي طبعا اللي جن تيري زي ما انت شايف اهو فانس اخدم عشرة مرة احدى عشان نقدر نحنا زي ما انت شايف اهو اخدنا ريت فلاور وعندك برضو اللي هو البوكس دي بيبقى فيه ستون بلس تلاتة ستون بلس اربعة خمسة خمس واشر حاجر احمر انت واحظك زي ما انت شايف انت بتعليف اللي في اللي فيلات كل ما انت بتعليف اللي فيلات كل ما انت بتزود نقط بتاعتك كده احنا معانا كم كده احنا معانا ليبل ثلاثة حلو خلص نجرب حظينا بدول فتاعتهم مرة واحدة ادلنا ستون بلس اربعة ستون بلس تلاتة خمس واشر حاجر احمر وانعرف ايه ريت فلاور مطلوبنا طيب زي ما انت شايف احنا كده في كزاك زيرة اهو بنخلص طيب فيه الديمون اهو زي ما انت شايف بنروح طبعا نكلم الان بي سي دي اهو اهو انجريك كلاود السحابة الغاضبة حلو جدا انا دا عجباني برضا فكرتها حلوة جدا 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 بالربع كده على الديمون دايم شوفت فكرة ليه انت لزاي لازيزة جدا والله العظيم بسيطة جدا 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 اهو بنروح على انجريك كلاود تاني وكده اخدنا خمسة سوبر جورد يلا اللي بعده ظهر لنا بعد كده ايه بيست ترينر الله 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 هو ده اللي صادر الاشباح او لحوش حلو خالص هجبنا انا بقول لك الكصص دي يلا الوحش اللي بعده هو التحكم في الوحش ده في الوحش ده رح قتل الوحش ده هزاب للجحيم وانت طبعا هتروح قتل ده طيب جميل جدا كده انا كمان خدنا خمسة سوبر جورد تاني يبعنا كده معنا تلاتة واربعين حلو خالص ممكن نصاد تلاتة واربعين وحش دينا مرتاحة معي زي ما انت شايف كده يلا بقى ايه يا ظهر يا وحش عايزيني الوحش اللي احنا نقدر نصطاده انت بده تضرب كده انت احزك عارف انت لو قرد شعر ولا حاجة هترايح الحوار خالص انت لو فوله اتناشر ودينا تمام معاك هتعرف اخده مع اه يعني اعتبر هناك زي ما انت شايف كده اظهرت لك الرسالة بتروها بعد كده على انجر كلاود وكده جمعنا خمسة سوبر جورد تاني زي ما انت شايفت فجرة المهمات والفنتات عشان طبعا ما اطولش عليكم في كمية الفيديو الكبيرة جدا ديه دخلنا فروح داشت ديه دلوقتي فهو نرجع للتون تاني بعدك ندوس عليها تاني نخش علي بعده هتخش على الجزيرة اللي بعدية زي ما انت شايف هو بتديك الجزر اهو بيديك مجموع من الكوستات بتعملها يا معلم زي ما انت شايف اهو فلافي كلاود حلو اللي هي السحابة الكيوت يعني ايدي هو استضنا الوحش عامل زي بوكة من بتاع زمان حلو بيقول لك لا يعمل حج انا مش ينفع حاضر هنضطر راح نرجع للراجل ديه نقول له والله يعمل حج حاجتك منافعتش نرجع للسحابة تاني يلا نستعد بقى ان شاء الله المرادة هتنفع المرادة هتنفع يلا بينا يلا بينا كده بيقول لك انا الوحش اتهزم وانت اخدت الريورد بتاعك نرجع تاني الفلاف كلاود ويلا بيقول لك وكده خدنا خمسة سوبر جورد شوفوا بقى بديك مهمات تانية كل حاجة تلقائية في شئ مشاكل نعمل ده اخر مرة بعد كده نطلع بقى عشان نعرف الجوائز بتاعة الرينكات وكلم ده كل عشان ما اطولش عليكم في الفيديو لكن هو زي ما نشايفين مهمات تلقائية وكل حاجة تلقائية تقدر تجمع اكبر عدد من السوبر جورد يعني الدنيا مرتاح معك تقدر تلك القاب جديدة ايه تمكت كمان في ساحب جديدة زي ما نشايفين اكسسورات رينبو ايس كريم حلو جدا يعني الدنيا كده جميل جدا والله زي ما نشايف زي ما نشايف الدنيا ده مرتاح كده جميل جدا اهو منخش على الريلك اللي بعده اندر ووتر ريلك بعد كده طبعا زهر البتدرب تاني عشان نقضي على الوحوش والكلام الجميل ده اهو تقولها يتحكم في ده كمان اه لا ده كبر له بقى تعالي بيقول له لا انا قوي يعمل حاجة ايه ده اختفى فين انت معلم ورحت فين يا معلم مظهرت اتباعه بيقول لك الله اكده على ويلد يندر حاضر ايه يعني انت سبتيني كده يا معلم ماشي زي ما نشايف اهو برضو وهكذا بوزر البعدية بس انا عايز اعرف دي اه دي خاصة بالريلام طبعا شانا في سيرفر الكاميرا فطبعا دي معروفة كستات الريلام زي ما نشايف كده بتوصل كل عدد نوات معينة بتاخد منها اكسيسوري زي ما نشايف غمان بتاخد منها حجار الحمر بتاعت بلس الرنزات وغيره وين الكلاود اه كوندورزيشن بوشن ده بتاخد منها كلاود ميولدي حلو خالص دمج ستورم اه مثلا كده بيقول لك اه 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 الريلام ده ستور اوبن طبعا انا بتشتري سويد كلاود بوكس طبعا ده اللي هو الاعتماد اللي انت بترفع بيها النوات بتاعتك حلو خالص ندوسها على كمان الني بسي ده هي اكشينج فور تريجر الورداتة هي معلم بص بقى عندك هنا ادفانست سبلاي بوكس زي ما نشايف بتاخد منها سوبر جورد وغيره من اه وغيره الحاجات الاجتماعات اللي بتزود لك بها النوات بتاعت الرشيب بتاعك يندر اه بتفتح بقى الف واحدة بسخل ببالك بتاخد من الجامعات ديها وانت بتختار بقى وغيره ويعتبرين يوم دي ايام حلو برضو بوكسات برمستون ريت بودابين اه كمان ستون بلس خمسة ستون بلس طلاتة اه ده 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 نظام اللي هو فالس كوريار ميلودي بست الاروما لا دي جرمانات دي جرمانات دي جرمانات بس جرمانات اللي ده بمستوى ثلاثة ثلاثة نجوم ودي برضو ايام وممكن برضو بالانيما خلي بالبالك تبدل الحاجات ديها بالبوكسات ديها خلي بالبالك بقى هنا جوائز الرنكات عالية جدا زي ما تشايف اول واحد ياخد به انا ب 12 وريري وروم بوكس وبرمنت كلوري فول كلاود اللي هو الماونت وعشرة من سبعة ايام كلوري فول كلاود يعني حوالي سبعين يوم بس لازم تبع فول 200 الف نوطة من كريتر باونت بوينت كريتر بوينت يعني تجد تعمل في المعلم لغاية ما تطلع رنك اللي هو ده تمام يعني موضوع ممكن يكون طويل بالنسبة لناس كتير جدا بس زي ما تشايفين اللي صيني فرق باتنين مليونت مليون سبتمائة سبعة وربين الف الصيني طبعا تلاقيها فرق جدا الانجليزي اول واحد هو اقويس خالص لانها حد انجليزي خلي بقى لك اعتقد ان هي كل الازدارات موجودة فيها بس طبعا تلاقي الانجليزي والصيني هما لفرقين جامد حلو خالص الفيديو جميل ورزيز على فكرة مش محتاج اي حاجة كثيرة جدا بس تعال نشوف بقى المونتات شكلها ازاي طبعا زي ما ترك الفكرة بتاعت الايبنت اللي تزم تعمله يوميا بشكل دوري عشان تقدر ان انت تعالف النقاط وممكن تكسب المونتات وممكن تكسب اي حاجره زي ما تشايفين حلو خالص ده كلاريفر كلاود انجلي حلو جدا 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 عجبني ده وسويت كلاود لا حلو سويت كلاود لا اسمه فلافي كلاود شكل لزيز برضه زي ما تشوفت يا جماعة فكرة الايبنت مش محتاج اي حاجة عشان متقولش عليكم انت كمان تقدر ان انت تزبط امور الاكتر في الايبنت ده وتفهم حاجة كتير اكتر واكتر واكتر بس انا قلنا ان القاطم مهمة جدا في الايبنت وتقدر تزبطها زي ما تشايفين اهو الكريدر كمان هنا بترى تاخد الجوائز بتاعتك فورست اللي هي بتاعت كل ماب عموما او كل كوست عموما انت بتخلص زي ما انت شايف اهو بدر تاخد منها برضو اه جوائز جميل جدا اهو رانكينج طبعا ده احنا قلنا رانكات ده رانكات خلي بالك بس طبعا رانكات ده تبقى رانكات عالمية ده ده الرانكات العالمية ده الرانكات العالمية يقدر ياخد اول واحد من الخمسة من السول باك اه كتس فان لقب كتس فان اللقب ده يا جماعة تعالي نشوف شكله ازاي اهو لا ده 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 دريمر ده لقب لك اسمه كتس فان عموما والف وحجر احمر من تالت تالت لبن خمسة من السول وبرضو بداخد ايام طبعا ده معروفة وتقدر انت تدفع اربعة تلاف سي باس او فول اربعة تلاف خمسة سي باس عشان تخليه بيرم وبتاخد ثمانية وكمان ثمانية حجر احمر وغيره من الجواز الرائع جدا 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 زي ما تشافينا يا جماعة الايفنت قوي جدا اوعات انساء ولا اوعات اهمي اليوم فيه بالعكس استغله بكل الطرق عشان تجيب الجرمنت اي عشان تجيب الموانتات او ممكن تجيب الجرمنات برضو انت وحظك واستونات وغيره يعني الايفنت جاي في الجوم بصراحة كنا معكم يا ابن محمد من الفيديوهات كونكر لين المميزة شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا سيحش دعملنا يا جماعة باستمراري عن طريق اللايك وتشارك الفيديو في كل جروبات سبحات كونكر لين شوفكم على خير والسلام عليكم موسيقى 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 موسيقى